حضرتك قلت حاجة مهمة جداً إنه الثقة ما بين الزوجين ده عنصر مهم جداً لإتمام الزواج بشكل جاي الإنسان بتغير صحيح ممكن يكون في بداية الحياة يعني على خلق وكل حاجة لكن ما تمر بيه من أحداث وغيره في الحياة ممكن يتغير في بعض الأحداث سلوكيات وتتغير هنا الزوجة تتعامل إزاي مع زوجها إذا تغير هذا الشخص اللي شافته في البداية شخص مثالي وعلى خلق وإذا شكت في حاجة ده سؤال بيجي بشكل كبير جداً وبيتكرر إذا شكت فيه إنه في بعض السلوكيات الخطأ هل يجوز دينياً إنها تتتبع زوجها ترقبه تشوفه ورايح فين تمسك الموبايل بتاعه ده يجوز لها إنها تتصرف هذا التصرف طيب بداية السؤال لو شقين هل الإنسان بيتغير جملة يعني الشيخ سيد كويس وكل حاجة وإنسان متزن وأفعاله كويسة هل ممكن بالفعل أنه يتغير 180 درجة؟ لا لا ما يتغيرش 180 درجة إنما ممكن يختبر بعد الحياة حضرتك أصلاً بكون كل واحد بيتجمل فينا ودي حاجة خطأ مش حاجة صح بمعنى أن أنا قبل الجواز حاجك بتجمل بالكلام بتجمل في المنظر بتاعي أحسن بيرفيو أحلى لبس وأحلى كلام وبعد الجواز خلاص بقى أنا خلاص اتجوز بمعنى يعني اتجوز يعني مهمل في نفسي؟ لا مهمل في الكلام حتى اللي كنت بقوله لا ده المفروض الكلام بزيد مش بقل المفروض التجمل بزيد مش بقل طيب إن أنا أتغير 180 درجة؟ لا ده غلط ما بيكونش موجود ليه؟ لأن الأصل في الحياة الثبات طب بعد كده ممكن من الضغوطات والأعباء اللي علي ممكن كنت بتحمل شوية فيقل الصبر بتاعي آه ده بيحصل بعد الجواز بعشرة اتنشر سنة كده ممكن أنا كنت بتحمل حاجات قبل كده في أول الجواز مثلا في المشاكل والخلافات سطيع لعلي مثلا نهدد بعض شوية بعد كده ما أضرش ليه؟ لأن احنا خلاص أصبحنا عشرة وأصبحنا معاملة وأصبح كل واحد عارف اللي بيرضيني واللي بيغضبني تخيل أن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقعد مع زوجته كده ويقول لها أنا بعرف إمتى تكوني علي رضي أو إمتى بتكوني علي غضبانة قالت له طب تعرف إزاي ستين عائشة آه ستين عائشة فبتقول له إزاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما بتكوني غضبانة تقولي لا ورب إبراهيم أو ما بتكوني رضي عني بتقول لا ورب محمد فترد هي شوف الأدب تقول له والله لا أهجر إلا اسمك أنا بس هو اسمك يا سيدنا النبي إنما الحب ثابت مستقر ليه؟ لأن هي دي الحياة يبقى التغير هنا بيكون طفيف التغير في الاحتمال لما تغير خالص لا ما بيكونش موجود طب ينفع بقى إن أنا دخل وزرع الشك مبيني وبين زوجي لا بنقول لكل ست كده هو لا ابعيد الشك بره وبنقول لكل راجل الحياة لا تبنى على الشك بمعنى إن الراجل لو شك في زوجته أو الست شكت في زوجته لا الحياة كده مش هتستقيم على حال خلاص ليه لأننا أدخلنا الشيطان فيما بيننا أفضل حاجة سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا يعملها الشيطان أحسن حاجة بتبسط الشيطان وتريحه زي ما قال كده في صحي مسلم أحسنتي الشيطان بيقعد يجلس على الماء كده وبعدين يبعث زراري زراري اللي هم الشياطين الصغيرة كده ما زلت به حتى كذا لحد ما يجي واحد ويقول له ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه أنا دنيتني عند الاتنين كده لحد ما خلتهم يطلقوا فيقول له تعالى بقى أنت هو أنت هو أنت كبير النهاردة أنت الأول النهاردة أنت اللي هتاخد جايزة ليه لأنه ضمر بيت ضمر حياة ضمر أسرة دخل فتن ضمر مجتمع لأن الأسرة لابنت بناء المجتمع هو دلوقتي لما يخلي زوج وزوجة يطلقوا مين اللي بتضمر؟ بتضمر الزوج وبتضمر الزوجة وبتضمر الأولاد وبتضمر أسرة الزوج والزوجة الأسرة هنا والأسرة هنا بيحصل خلل في المجتمع إن عدم توازن لذلك نحن بنقول لكل زوج وزوجة ربنا بقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن بعض الظن إثم ولا إيه ولا تجسسوا زي ما حضرتك كنت بتقولي ولا تجسسوا إنما أنا ممكن يكون فيه ثقة بين زوجتي أن زوجتي عرف البسورد بتاعي